بعيداً بقى عن كأس العالم للأندية الكاف حدد الاتحاد الأفريقي لقرطة القدم موعد جديد لإقامة مباراة الأهلي وشباب بولوزداد الجدائري في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في أحد يومي 16 أو 17 فبراير القادم وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظير وشباب بولوزداد يوم الثلاث الماضي الموافق 19 زميان هم كانوا عاملين حسابهم أنه ممكن الأهلي ما يكملش معرفش إيه الفكرة دي يعني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن تم تأجيل المباراة اسمياً وذلك نظراً لوصول النادي الأهلي إلى نصف النهائي كأس العالم للأندية أنا مش فاهم إحنا بنبصش على الجداول كويس حتى في الدوري المصري نفس الكلام وبطولة أفريقيا نفس الكلام يعني نتمنى أن الأمور تبقى ماشي أسهم من كده